قال المتحدث باسم مجموعة الجنوب القتالية الروسية لوكالة تاسر روسية للأنباء اليوم إن المجموعة القتالية الروسية أسقطت عشرة طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونتسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضاف استافيف أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشرة طائرات مسيرة أوكرانية قرب ثلاث مستوطنات في إقليم دونتسيك حسب ما ذكرت وكالة تاسر روسية للأنباء وأشار المتحدث إلى أن وحدات المجموعة القتالية أحبطت أيضا أحد عشر هجوما واشتبكت مع القوة البشرية ومعدات تابعة للجيش الأوكراني ما أدى لمقتل وجرح 200 جندي أوكراني وتدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية